راح راح تلاقي ان الشريك في الفترة القادمة مستعد اكثر اللي هو برج الحمل مستعد اكثر ومتفرغ لك اكثر عشان يكون معاك عشان تبتدون هاي الشراكة احتمالنا في السابق برج الحمل كان شوية مبتعد دائما كنت انت اللي تضع الاستثمار في العلاقة الوقت الجهد كأنما كنت قاعد قبل تسوي جهدك ومسئولياتك ومسئوليات الشريك قد دائما انت اللي ما اخذ على عاتقك تسوي الامور الكبيرة في العلاقة ولكن في الفترة القادمة اشوف ان راح الشريك هو يكون مستعد ان شاقلك يماثل جهودك ويعوضك عن السابق يعني كأن في الفترة القادمة راح يقول لك انت خلك مرتاح مثل ما هاي المرأة اللي جانبها الطفل راح يقول لك انت خلك مرتاح حان الوقت ان انا اسوي الامور الصعبة الامور اللي تحتاج مجهود خل المسئوليات في الفترة القادمة على عاتقي انا انت خلك مرتاح خلك مركز في حالك خلك مركز في عملك في اي اشياء تحبها ولكن حان الوقت راح يقول لك برج الحمل حان الوقت ان انت يا برج الاسد فعلا تكافر على جهودك بالراحة اللي بعدها حان الوقت انت يا برج الاسد لان تتوقع يمكن من الشريك افضل تتوقع حصة الاسد الحصة الكبيرة بعاطيك الخماش الصغير اوكي احاول الشريك برج الثور طاقته هي طاقة الارض يحاول يعطيك عرض ولكن صغير ما عجبك اوكي احتمال انت تطلب زواج هو يعرض عليك حب يعرض عليك علاقة يقول لك اصبر العرض اللي يعطيك هي ابدا ما يماثل توقعاتك ولكن يحاول يعوض عن صغر عرضه وصغر نمو او سوري بطأ نمو العلاقة بالمشاعر بانه يعرض عليك الحب الغرام يعوض عن عدم مقدرت على ان يعرض عليك الاستقرار العاطفي الاسري الارتباط احتمال رح نشوفي اخر كارت شنه يطلع اوكي كوين اف وانز رح تاخذ يا برج الاسد طاقة ملكة النار الملكة اللي ما تلاعب تعرف قيمتها تعرف ماذا تريد وتذهب وراء ما تريد احسك مع كل اللي قلته انا في البداية رح تعطي برج الثور مثل بالعربي انذار نهائي تقريبا شي شي رح تعطي مثل الانذار النهائي ان اما ترفع عرضك اما انا برج الاسد لازم تعطيني وانت برج الثور انت بعد من الابراج الرئيسية او خلا نقولي الثابتة لازم تعطيني عرض يناسبني يناسب حجمي يناسب تطلعاتي شوف الاسد دائما يتطلع الى الافضل دائما ما يحب ينزل نفسه الى الاقل فانت هنا ما عجبك عرض الشريك بتحس انه صغير او تافه لا يليق بحصة الاسد رح يحاول يعوضك ولكن ممن يزيد عرضك مثل بعض القراءات يعطيك خماسي اكبر لا رح يعوضك بالمشاعر يقول لك ممكن لو نصبر شوية ممكن لو تعطيني وقت اكثر ممكن كذا كذا يحاول يخلي الامور سلسة ولكن انت رح تاخذ طاقتك الطبيعية مع الثور هني قاعد اشوف يحاول ينطح باي طريقة يبي يدخل يخليك توافق على عرضه توافق على شروط احتمال للعلاقة انت رح تاخذ في الفترة القادمة الطاقة الحقيقية لبرج الاسد ملكة النار اللي ما تلاعب ما تسمح لاحد ان يخليها تسوي شيء ما مقتنعة فيه تفعل ما تريد وتقصد ما تفعله رح جدا تكون واثق من الاجراءات اللي رح تاخذها مع برج الثور في الفترة القادمة اوكي اللي بعدها برج الجوزاء شنون رح تكون علاقتك مع برج الجوزاء الحرمت او الزاهد من رحس ما فيه احد حزين ولكن ما قاعد يتكلم مع الشريك خصوص الحزن خصوص الزعل برج الاسد هل انت حزين لان الشريك حالي افضل من حالك وتحس انه مستقر افضل منك قاعدة تقارن حياتك بحياته سريك وتحس ان الشريك حاليا ما يحتاج شيء برج الاسد اشوف انك مثل ما قلتلك حزين بسبب شيء يعني ممكن حتى نعيد تغيير هاي الكرتات عشان نكون واضح لكم بالقراءة انت حزين عندك حزن بس مو نوع الحزن دائما برج الاسد البرج القوي الوافق طاقة النار ولكن حتى حزنك تخبيه الداري عن الناس ما تحب الناس يشوفون ضعفك عندك كبرياء مثل النهاية اسد اللي بصير في الفترة القادمة توفقك مع الشريك ان انت انفكر واحتمال انك ناوي ان في الفترة هذي تكون يكون عندك وقت خاص مع الشريك اهتمام راح تحصل تتوقع من برج الجوزاء الاهتمام الحب الحنان ولكن راح اصير شيء احتمال يصل فارس الاكواب الى المسرح او الى الشريك تصل وتلاقي ان الشريك لاهي بغيرك مو صفت علاقة ثانية يمكن راح تلاقي ان حياته مليئة بدونك احتمال حاولت تعرض عليه وتبين لمشاعرك لقيت ان حياتك بين العمل والاسرة والاصدقاء والناس اللي حولها تحس انه مالك مكان في حياته وهي الشيء اللي في الفترة القادمة راح يحسسك انه ما دري تحس انه كوبك ما لمكان بين عشرة الخماسيات عشر الخماسيات هي خلاص اخر رقم العشرة وصل الشريك الى اكتمال ما في مكان عنده تشوف الصورة مليئة بالكلاب والاطفال والجد والاسرة والرفاهية تحس انه كوبك ما رح يكون لمكان عند الشريك ولكن الحقيقة انه برج الجوزاء برج هوائي ما يبين لك كل شيء وطبيعته وما يتحدث عن كل شيء بصراحة فما رح تعرف بدل ان تعيش في هاي المرحلة مرحلة الحزن على شيء من افكارك الخاصة ما رح تعرف هل فعلا تفكيرك صحيح او خاطئ الا اذا حاولت يجب عليك هني ان تحاول هذي هي النصيحة لك اذا ما حاولت ان تبين لمشاعرك ومن ثم ترا ردة فعلة ما لا داعي اه تخلي شريط الاحداث كله يلعب داخل راسك لوحدك وتستنتج النتيجة ايضا لوحدك وتعيش معها بحزن بدون ان يعلم الشريك خلي الشريك يدري من حقك ولا تكبت دائما اقول لكم لا تكبتون مشاعركم حتى لو قوبلت بالرف افضل من ان تكبتون وتتراكم عندكم برج السرطان برج السرطان برج السرطان برج السرطان ستة الاخصان الحشك والجماهير تصفق لك قل الشريك ممكن عشر الخماسيات مرة اخرى احس انت يا برج الاسد هاي الطاقة قريبة من الطاقة السابقة ولكن هنا في اختلاف كأنما انت عالق في الفترة القادمة احسك راح تحس ان انت عالق مع الشريك لان الشريك برج السرطان راح يكون محاط بالناس والاهتمام اذا كان في محيط عمله احتمال في الجامعة بين اهله راح يكون جدا الاهتمام منصب عليه وجودك في حياته في الفترة القادمة انت راح تحس بالضغط عشر الخماسيات هي فعلا تعني السعادة الكاملة او الرخاء والاسرة ولكن دم ان انت محتار معناتها الشريك مرتاح في وضعه دائما متعود ان يكون هكذا في محيطة هذا الشخص في بيئته شريكك ولكن انت راح تحس ان اوكي لان انت برج الاسد انت الذي يجب ان يختفل بك راح تحس ان الشريك كأنما في شيء غلط في الموضوع عندك حيرة كأنما برج السرطان هو اللي قاعد يأخذ منك الاهتمام في الفترة القادمة ليش احتمال ان الامور راح تنعكس لذا ما دائما الاهتمام على الاسد هالمرة راح يكون الاهتمام على السرطان راح يلاقي شريكك في فترة بسيطة الكثير 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 من الاهتمام راح يصبح مشغول عنك انت كبرج الاسد هذي بالنسبة لك طاقة غير طبيعية راح تخليك عالق مش عارف تتخذ لا اجراء لا خطوات معارف شلون تتصرف يعني بالنسبة لك حتى كأن ما قاعد تشوف حلول لأن عينك مغمضة ما تشوف حلول لأن ابدا كأن ما ممر عليك هذا الوضع من قبل احتمال شركك كان في السابق دائما منعزل دائما انت اللي تحصل على الاهتمام بدل منا انت اللي تقود العلاقة ولكن بما ان هو اللي صاير في وسط الصورة في الفترة القادمة انت راح تكون شوي في حيرة تحس كأن ما الكون قاعد ينزح معاك حتى انت مو متأكد من ردة الفعل اللي تظهرها في الفترة القادمة هل تلوم الشريك هل تلوم اللي منحون سوريك ما ادري برج الاسد توافقك مع برج العذراء الكوبين عن سوري تامبرانز برج الاسد في الفترة القادمة سيخبرك برج العذراء بسبب راح يسبب لك انت الخضلان بسبب ان برج العذراء في الفترة القادمة هو اللي راح يكون متحكم بالموقف راح الامور تصبح في يده يقدر يعالج يقدر يختار احتمال انه صارت بينكم او بتصير مشكلة او تفاهم ولكن راح يكون في وضع ان برج العذراء شريكم هو اللي عند الكنترول هو اللي يتحكم بسبب الاكواب ولكن برج العذراء بدل ما انه يتحكم بالموضوع راح يحاول انه يجمع يجمع او يساويك يساويك باشخاص انت ما توقعت ان شريك يساويك بهم راح تكون مثلا انت في كفة الاصدقاء في كفة انت في كفة العائلة في كفة انت في كفة في شخص ثاني انت وقعت ان انتهى من حياة الشريك ولكن هو بدل من ان ينتهي منه قاعد يحاول يوازن راح تكتشف شي هني رأس الملاك اللي قاعد يحاول يوازن الاكواب او يصب من رأس نور يكتشف شي اثناء العملية شنو راح تكتشف عن الشريك انه احتمال وعدك ان يتخلص من شخص ما ينهي علاقة وانت تكون الوحيد بدل من ان يفعل ذلك راح يخذلك راح تكتشف ان كان طول الوقت مخدور لان احتمال كان انت والشريك سوري انت وشخص ثاني في نفس الوقت موجودين في حياته احتمال في الماضي احتمال حاليا شريكك مو مع هذا الشخص ولكن كأن ما هني قعد يلعب لي تفاصيل من القديم القديم الماضي البعيد اللي توق حاليا برج الاسد لسبب ما راح تكتشف ها في الفترة القادمة او راح تحس فيها احتمال راح تشك راح العذراء ما تخلص من الشخص الثاني او الشيء اللي وعدك يتخلص منه او خلاص ما يعيد يفكر فيه او ما يفعل مرة ثانية راح تكتشف انه ما وفب وعد على طول ملكة الاكواب قاعدة تحاول ان تتخبأ وراء فارس الاكواب ما الذي ستحاول ان تخبأ او من بالاحرر تحاول ان تخبأ او كي تحاول ان تصيد الحبيب متلبسا تحاول يا برج الاسد في الفترة القادمة كأنما راح تسوي مصيدة للحبيب ولكن شلون عند عندك طاقة ملكة النار وحتى لو كان ترى مش متلبسا معناته في علاقة مع شخص داني ممكن شي يكون بسيط شي طفولي شي مضحك خذها على اي مستوى ناصبك انت والشريك مو شرط معناه خيانة انزل في الفترة القادمة انت كبرج كبرج الاسد طاقتك الطاقتك الطبيعية ملكة او ملكة النار ملكة الاغصان الواثقة الحيالة الشاطرة المستقلة صاحبة الافعال الكل يعرفوا سمعتها ملكة النار سمعتها تسبقها ولكن في شي تحاول ان تصيد فيه الحبيب مزحة تحاول تكتشف شي عنه ولكن انت ما راح تتحرك من على عرشك راح ترسل شخص ثاني يقوم بعملك من اجلك راح ترسل شخص ابدا مو انت مو انت شخص منفصل عنك مو انت ولكن بطريقة ما يعرفها الحبيب لا راح تحاول عن طريق شخص ثاني احتمال مجرد تفسر حلم عن شخص تسوي قراءة تارو تسوي قراءة فنجان تطلب نصيحة راح ترسل حتى في ابسط الحالات طاقة او رسالة عن طريق شخص للشريك عشان تحاول انت صيده متلبسا احتمال تحاول تتأكد مثلا ان مكان عمله هو اللي فعلا اخبرك ايا انا اشوف ان طاقة ملكة الاخصان عندها شك كأن واثقة من شي داخل قلبها تريد ان تثبت لك ولي العالم ان هي كانت على صح او على صواب في اللي قالته اوكي فرح ترسل لبرج الميزان شخص برج الميزان طبعا طاقته هي السيوف فرح يكون في قلق رح يكون في قلق معارف اشلون يتصرف او بالاحرى سيقع في المصيدة يعني ملكة النار ستحصل على الجواب الذي تريده ان هل هذا فعلا الشخص متزوج هل هذا فعلا الشخص عنده ابناء هل هو اسمه مثل ما قال لي عندك طاقة تب تتأكد من شي شي مهم وسترسل رسولا اوكي مادر احس ان الحبيب او الشريك حاول يستفزك يعرض عليك شي يعرف انك ما راح تتقدله يعرض عليك شي يعرف انك ما تحبه يحاول يستفزك ولكن الطريقة مضحكة عنده طاقة المراهق يحاول يخبط يخبط جديتك انت برج الاسد هني اشوفك جدي تحافظ علي صورتك الاجتماعية وشكلك ومظهرك الشريك يحاول يلعوزك او يستفزك او يضحك معا سترد عليه المقلب المقلب والضحكة بضحكة اوكي اشوفه هني الاسد يبتسم شوي على خفيف يعني كأنما الشريك حاول انه مقلبك ولكن انت ستكون لك الضحكة الاخيرة لان برج العقرب هو طاقته مائي رح يعرض عليك الكوب الصغير على سبيل المسحة شي يستفزك شي يعرف ان انت ما تحب الفلفل رح يعطيك الفلفل انت موصي يتصل فيك مثلا قبل ما ينام ما رح يتصل فيك استفزاز شدي بسيط عفوي نوع من المزاح والمشاكسة في العلاقة انت رح ترد عليه ولكن بطريقة اقوى ما رح يتوقعها طاقتك نارية من ساعة انقلبت عندي بس قلت ما رح اختارها لازم تطلع هنا ولكن رح ترد عليه بطريقة اسوأ لان اصلا ما رح ترسل طاقتك الخاصة رح ترسل طاقة الارض يعني مسحتك رح تكون اقوى او ردك رح يكون اقوى يستفز الشريك 6 سيوف بعد ما تخلصون مزح ومشاكثة واستفزاز لبعضكم البعض ستكونون مستعدين ان تتوجهون نحو الاشياء الزادة المهمة بالنسبة لكم اوكي بعيد عليك يا برج الاسد الشريك عنده طاقة طفولية الفترة القادمة رح يحاول يستفزك باشياء بسيطة تسئلة اسئلة جاد يرد عليك رد غبي اتوصينا مثلا يسوي لك شي ما يسوي ولكن هو يدور عن يب يضحك معك اوكي نياته طيبة انت رح ترد عليه مع انك هشوفك هني جدا رسمي ترد عليه ولكن حتى مو باستخدام طاقتك الخاصة باستخدام شي اغبة او خلا نقول اسخف وايضا رح تستفزه طبعا انجين رح ترد عليه بالطاقة الترابية احتمال رح تستفزه في شيء ضايق شيء ما لا علاقة في الموضوع اصلا اوكي بعد ما نخلص من هاي المرحلة رح تكونون مستعدين ان تتوجهون نحو الاشياء الجادة احتمال اذا انت يا برج الاسد لحد الان ما دخل حياتك برج العقرب هذه بتكون بداية تعرفكم وانتقالكم الى مراحل اجمل مع بعض القوس ايضا ناري احتمال ان يكون فيه طبارب والطاقة بينكم خلا نشوف ثمانية الاخصان اوكي واحد منكم رح يكون مستعد انه يعتذر او يكون الشخص الاعقل من بعد المشاجرة اذا انت اعلان على برج القوس يا برج الاسد في الفترة القادمة رح يقوم بشيء معين يرضيك فيه وبعدها انت رح ترضى رح ترضى عليه في الفترة القادمة لانه رح تشوف انه رح تحاول يحارب من اجلك اوكي نايت الفانس عندما انت تعطيه الضوء الاخضر اوكي الشريك برج القوس رح يتوجه تجاهك باقوى قوة طاقة الطبيعية فارس الاخصان احتمال انه في البداية كانت بينكم مشكلة او كنت انت في حياة الشريك ولكن مو بشكل حصر الشريك برج القوس كان عنده العديد من الخيارات او انت كنت مشغول انت قلت له ما تبقي الارتباط لحد الان كذا كذا انك انت مو مستعد للارتباط ولكن في الفترة القادمة اشوف ان اثنينكم رح يكون عندكم الضوء الاخضر احتمال انت اللي تعطيه الشريك تبين لانك الحين مستعد وهو يبين لك انه ايضا مستعد ويتوجه لك بكل سرعة بكل قوة بكل شغف بكل حب وايضا احس هو برج القوس انه يعرفك من زمان لان اثنينكم طبيعتكم نارية من السهل ان تنسجمون مع بعض برج الجدي برج الجدي في الفترة القادمة معاك سيكون اكثر استعدادا للتغيير كأنما نضج زيادة مستعد ان يختارك انت مستعد ان يوفر لك كل الامور اللي انت توقعها منه في المستقبل اوكي وراح يحاول اتوقع انه يتواصل معاك عن طريق التلفون الانترنت السوشال ميديا احتمال اذا انت بعيدة عنها او ما يعرف ما يعرفك بشكل مباشر اشوف انه رح يحاول برج الجدي ان يبحث عنك في السوشال ميديا على الفيسبوك على الانستجرام يدور جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يصل لك لان هذا الشريك برج الجدي كان يريد ان يدخل في حياتك منذ فترة ولكن الحين كأنما الفترة القادمة رح تحين له الفرصة المناسبة وفعلا رح يستخدمها برج الجدي فترة ممتازة بينك وبين برج الجدي بعد انتظار طويل عزيزي برج الاسد رح يكون لك فترة حصاد حصاد ورا حصاد الامور كانت متوقفة بينك وبين برج الدلو فترة احتمال اثنيكم كنتم عنديين تنتظرون الشخص الثاني هو اللي يتوجه تجاهكم برج الدلو يتوقع منكم انتو وانتو ايضا تتوقعون من برج الدلو عندنا عشرة من قابل عشرة طاقة من قابل طاقة توقعات ولكن كل طاقة في اتجاه معين برج الدلو اشوفه في السابق كان يحارس مشروع معين عنده يخلص منه او اثبت نفسه وظيفيا اثبت نفسه في الحياة العملية في التجارة في محيطه كان داخل على موضوع جديد في حاول يثبت نفسه عشان يقدر واخذ الموضوع من عنده شوية وقت في المستقبل رح تكون جدا مرتاح مع شريك برج الاسد قضي برج الدلو لانه سيستطيع عندما تكتمل عنده الخماسيات الاموال الموافقات ترتيب الحياة العملية يكتمل عنده رح يستطيع انه يوفر لك الحياة لانت لطالما رغبت فيها رح يأتيك ولكن يحاول انه يخلي اموره المادية تستقر اموره في العمل تستقر برج الدلو ما يحب انه يبهدلك معه يراك انه انه ما تستاهل اقل من عشرة ويريد انه يوفر لك العشرة توافقك مع اخر برج الحود طبعا الحود دائما نقولون انه مظلومين لان اهم اخر برج رح نشوف القراءة مظلومين ايز ايز بنتيكلز لامس مظلومين بداية جديدة بداية موفقة بداية ممتازة وغير متوقعة تخويل رح يأتيك تخويل رح يأتيك تأتيك موفقة يا برج الاسد موفقة كبيرة من الحكومة من الفيزا من الهجرة من الدولة من الاهل من العمل ان انت اما تسافر وتلتقي بالحبيب اما انك ترتبط بالحبيب ولكن في الفترة القادمة رح تكون مع الشريك كنت انتظر او الشريك ينتظر ان تحصلون على الموافقة النهائية شايف الاجراءات ما اعرف شنو بالضبط احتمال واحد منكم يحتاج فيزا عشان يسافر ويرا الثاني او يحتاج اجراءات معينة عشان يستطيع تزوج من الشخص الثاني بس فيه بروتوكول فيه بروتوكول معين حتى في الشوفة الشرعية كأنما انت قاعدة تحاول ان انت وبرج الحوز تحاولون ان تطبقونا بافضل طريقة عشان ترتبطون اوكي ملك الاكواب انت او الشريك ولكن سواء العرض رح يطلع من الشريك تجاهك او منك تجاه الشريك العرض اللي قتلك عنه رح يخلي برج الحوت البرج اللي يقول دائما هو مظلوم لانه في الاخير مثل الملك المتربع على العرش لدرجة ان هذا الملك لما تسأله شنه تحتاج رح يقولك ما احتاج ولا شي عندي كل شي كل شي حلم فيه برج الحوت معاك رح ان شاء الله يبتدي يتحقق بداياته في الفترة القادمة كانت فيه امور متعلقة في السابق كنت تظنون ان انت معاك تقدرون تحلونها ولكن لا كأنما حتى فيه موافقة من السماء توقيت لازم تتمونا قبل ان تستطيعون الزواج كأنما حين حصلت على الموافقة تصريح شي معين الحين انت تستطيعون الارتباط مع بعض في الفترة القادمة و لو مو الارتباط بشكل كامل تعملون على بداياته تحطون للأسس تبدؤون توفرون تبدؤون تختارون مثلا المسكن بداياته ان شاء الله في الفترة القادمة مع برج الحوت الحمد لله برج الحوت ما رح يكون مظلوم بعد الان و رح اسحب لك اخر شي اكثر كفت ام كرر عندك يا برج الاسد كأنه اتوقع فارس الاكوة ايضا القمر هو كرت برج الحوت اخر كرت انهينا في القراءة كوزموس الكون او الاكوان تعني لهني ان الفرص اتساع الكون يعني لان انت يا برج الاسد في الفترة القادمة خياراتك كلها اغلبها ستكون مفتوحة امامك كأنما السماء تفتح امامك قلت لك في اخر قراءة اختصرنا احنا في موافقة معينة تنتظرها موافقة سماوية اكثر من انها من الاشخاص حتى لو كانت من الاشخاص اللي السبب الحقيقي اللي وراءها اللي منحها هو الله سبحانه وتعالى لما تحصل على هاي الموافقة ابواب السماء ستفتح امامك من اجل ان تطلب وتسعى عشان اي شيء في حياتك في الفترة القادمة الزواج الحب الانتقال من بلد الى بلد فيزة عمل مشروع معين في بالك ابواب السماء كلها اذان صاغية لك خصوصا انت يا برج الاسل عندك كرت الكوزموس انفتاح جميع الفرص اوكي فلا احنا مجرد التحذير بسيط ان لا تقع في لا يكون تفكيرك ضيق في الفترة القادمة تتوقع ان انت فقط لك امنية او امنيتين تستطيع ان تحققهم امامك جميع الامنيات كلها متاحة امامك للتحقيق وبداياتها ان شاء الله تبدأ في الفترة القادمة فاخذ راحتك واستغلها افضل استغلال عندك اكثر من ثلاث امنيات كل الامنيات متوفرة عشانك تكلم اسمع السماء صوتك اسمع الله صوتك لان السماء في الفترة القادمة كلها اذان صاغنية لك انت يا برج الاسد قلت لك في اكثر قراءاتي برج الاسد هاي الفترة دائما قاعد يطلع مو بس برج الاسد حتى طاقة الاسد حيوان الاسد نفسه قاعد يطلع هذا هو وقتكم انتوا بالذات ليش مو نازم العارف